موسيقى في مثل هذه الايام من عام 2017 اعلنت العراق انتصارها الكامل على تنظيم داعش الارهابي ليأتي ويمر عام 2018 بقليل من العنف وكثير من الزخم السياسي والاتجاه اكثر نحو اعادة الاعمار احداث العنف التي تخللت العام كانت الاقل مقارنة بالاعوام الماضية وارجع خبراء هذا التراجع الى لجوء داعش الى المناطق الصحراوية بعد الهزيمة العسكرية التي مني بها على يد القوات العراقية لكن الخبراء حذروا انه ما زال لدى التنظيم الارهابي القدرة على توجيه ضربات او السيطرة على بعض المناطق وبخاصة تلك التي تقع على مقربة من الحدود مع سوريا واحتمالية تصاعد وتيرة التفجيرات والهجمات شمال وغرب العراق الانتخابات البرلمانية هي التي تصدرت المشهد العراقي خلال العام حيث انها تعد الاولى منذ هزيمة التنظيم الارهابي والثانية منذ الانسحاب الامريكي من البلاد عام 2011 وتنافس فيها الاف المرشحين لاقتناصي 328 مقعدا اسفرت عن تسلم برهم صالح رئاسة البلاد من سلفه المنتهية ولايته فؤاد معصوم وسيطر على تشكيل مجلس النواب الجديد كتلتان هما الصدر والعامري وتم اختيار عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء لتشكيل الحكومة ولم يعكر صفوة عملية اختيار الوزراء الجدد الى التنازع بين الكتلتين حول عدد من الحقائب الوزرية ومن بينها الداخلية وبالنسبة لخطى اعادة الاعمار استضافت بغداد في ابريل الماضي ملتقى فرص الاستثمار واعادة الاعمار الذي نظمته الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال شارك فيه مجموعة من الشركات العربية والعالمية اضافة الى ممثلين عن هيئات التمويل الاقليمية والدولية تركزت اعمال الملتقى حول اطلاع مؤسسات القطاع الخاص العراقية والعربية والدولية على الواقع الاقتصادي في العراق والمناخ الاستثماري الجديد في ظل التشريعات والاجراءات المتخذة وتبني توجهات اقتصادية جديدة كالشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص المتاحة في القطاعات الرئيسة والتي من شأنها ان توفر فرصا واعدة امام القطاع الخاص مع مرتكزات برنامج الاصلاح الاقتصادي اشتركوا في القناة